اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله وعنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون عبد الله بن عباس كان جالسا على شفير زمزم وما أقدس وأروع هذا المكان أنتوا الآن ارجعوا 1420 سنة تقريبا أو أكثر للوراء وتصوروا أنفسكم في محاضرة وعظة وكلمة يلقيها ابن عباس المفسر المعروف بقرب الكعبة المشرفة فعبد الله بن عباس كان جالسا على شفير على حافة بئر زمزم ويقول قال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وإذا برجل معتم وملثم ربما لا تظهر منه إلا عيناه هذا الرجل اقتحم الجمع الحاضر جاء وجلس فكلما ابن عباس يقول قال رسول الله هذا الإنسان الغريب الملثم المجهول يقول قال رسول الله كذا يعني يأكد كلام ابن عباس لكن من كلامه يظهر أنه بحر علم هذا الإنسان الغريب المجهول وبحر أدب وخلق ومعرفة وفضيلة حديثة يكشف عن شخصيته فابن عباس استغرب من هذا الإنسان المجهول الذي يكشف منطقه عن مخبره فقال له لأنه هو متلثم فواضح أنه لا يريد يكشف شخصيته فقال له سألتك بالله من أنت ابن عباس يسأل هذا الملثم المتعمم المجهول وهو جالس على شفير زمزم سألتك بالله من أنت فأماط للثام هذا الرجل وقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فإنني جندب بن جنادة البدري أبو ذر الغفاري الشخصية المعروفة وهذه المقدمة كانت تمهيد لكي تكون الشهادة أقوى والوقع أشد والحج أتم أبو ذر الغفاري كان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله بأذني هاتين وإلا صمة ورأيته صلى الله عليه وآله ويتكلم بذلك الكلام بعيني هاتين وإلا عمية ماذا يقول رسول الله بشهادة أبي ذر الغفاري في محظر المفسر المعروف عند زمزم وعند كعبة البيت الحرام عند الكعبة البيت الحرام سمعته بأذني هاتين وإلا صمة ورأيته بعيني هاتين وإلا عمية يقول علي قائد البررة إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها لآية القرآنية الشريفة علي قائد البررة هم البررة قمة البشرية فعلي قمة القمة علي قائد البررة وقاتل الكفرة منصور من نصره من الناصر منصور الله ناصر هذا الشيخ منصور من نصره مخذول من خذله بعد ذلك أبو ذر الغفاري نقل هذه القضية قال أبو ذر الغفاري دخلت المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا يتجلى هذا المنظر شخص سائل كان قد دخل المسجد من قبل والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الآن انتقلوا من زمزم إلى المسجد النبوي الشريف اتصوروا رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وأمير المؤمنين عليه السلام وجمع من المؤمنين خلفه يصلون منظر يقرب الإنسان إلى الله أكثر سبحانه وتعالى فدخل سائل فاستعطى زين الناس في الصلاة انت انتظر شوية هذا تعليقي لكن يبدو هذا السائل كان قليل الصبر ربما لذلك غضب الناس دي صلون الرسول دي صلي عليون دي صلي الناس دي صلون فهذا السائل يبدو كان قليل الصبر من سياق الرواية ويمكن كان غضوب وعصبي فرافع رأسه إلى السماء وقال اللهم اشهد انني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيئا وشو يصبر مبالضرورة نفس الدقيقة يطلق وصلاة الرسول كانت سريعة الرسول كان يصلي بصلاة أضعفهم فرافع رأسه إلى السماء وقال اللهم اشهد انني في مسجد رسول الله ده أستعطي وما أحد يعطيني شيئا فهنا أشار علي عليه السلام بخنصره وفيها خاتم أن فذها فذاك الإنسان الفقير المستعطي أنا كان تعليقي بين قوسين إضافة لما ذكرناه أنه مبدئيا هو كان المفروض ينتظر للفقير علي بن أبي طالب عليه السلام لم يعطيه الخاتم من قبل المسألة الطبيعية انتظر دقيقتين بعدين نعطيك لش تقاطع الناس في انقطاعهم إلى الله لكن عندما شاف ما يوجه مسجد رسول الله معرض للخطر أنه هذا قاعد يشتكي اللهم اشهد أنه أنا في مسجد رسول الله أطلب وما حد يعطيني شيئا لذا هنا علي أشار بيده لأن صار عنوان ثانوي جديد فأمير المؤمنين أشار بيده هكذا فالسائل أخذ الخاتم هذا المستعطي الفقير أخذ الخاتم الرسول صلى الله عليه وآله الرواية من ناقلها أبو ذر الغفاري في محضر ابن مسعود قرب البيت الحرام وهم جالسون على حافة زمزم الصلاة انتهت النبي صلى الله عليه وآله أحكم الحكماء وأشد الناس علما ومعرفة وذكاء وغير ذلك فانتهز الفرصة سانحة فالتفت إلى الله سبحانه وتعالى السائل ذكي بمقدار ليستعظفت شيء بس النبي أيضا سائل يسأل الله بس يسأل سؤال يتناسب مع عقله وحكمته وهو أعقل العقلاء فالنبي التفت للسماء وقال اللهم ان موسى ابن عمران سألك فقال اللهم النبي صلى الله عليه وآله ينقل عن موسى ابن عمران هذا الكلام ويستعط الله سبحانه وتعالى في أمره اللهم شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا هاي طالبات موسى وهو من أولي العزم واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري النبي ينقل كلام موسى ثم يلتفت إلى الله ويقدم هاي المقدمات يقول يا رب وأنا محمد ذاك موسى فطلب على قدر شنو عظمته لكن طلب الرسول على قدر عظمة الرسول وهو أعظم من موسى وهو أعظم الخلائق والكائنات والممكنات على الإطلاق اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري الله فشو سلسلة السؤال ذاك السؤال يجي المسجد يستعطي على قدر حالة يطلب شنو ويطلب عطية وعطية موسى عليه السلام على قدر عقله يطلب وعلى قدر عظمته وهو من أعظم خلائق الله لكن طلب الرسول سيكون أعظم طلب على الإطلاق فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل عليا ظهيرا له وظهرا له ويشركه في أمره ويسر أمره فنازلت عندهذن عندهذن هذه الآية القرآنية الكريمة إنما وليكم الله الله استجاب طلب الرسول ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هذه الرواية هي الشأن نزول هذه الآية القرآنية الكريمة وهذه الرواية مجمع عليها بين أعلام الإمامية وعليها الشفرة القطعية للمخالفين وأهل السنة يعني هذه الرواية منقولة في العشرات من مصادرهم وذكرها الكثير الكثير منهم يقول السيد عبد الأعلى السبزواري المرجع المعروف في كتاب مواهب الرحمن في تفسير القرآن أجمعت الإمامية على هذه الآية النزولها هو هذا الشأن وعليه أكثر الجمهور من العامة بل يمكن دعوة تواتر الأخبار في ذلك فقد نقلها أئمة الحديث والحفاظ في كتب الأخبار واشترك في نقلها جمع وجمهرة من الصحابة كابن عباس وأبي ذار وأنس بن مالك وعمار وجابر وسلمة وأبي رافع وإلى آخره ونقلها أئمة التفسير بالمأثور كأحمد والنساء والطبري والطبراني وأوردها المتكلمون في الكتب الكلامية وتسلموها بالقبول وكذلك نقلها تلقى ذلك بالقبول جميع الصحابة في عصر النزول والتابعون وأئمة الأداب وفحول المفسرين كالزمخ شريف الكشاف وأبي حيان في تفسيره وغيرهم وإلى آخره والحديث طويل الآن هذا كان شأن نزول لهذه الآية القرآنية الكريمة هنا نتوقف في بعض المباحث الهم والدقيقة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ما المقصود به الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ثلاثة احتمالات الاحتمال الأول هو ما أشرنا إليه من شأن النزول وما نستطيع أن نقول أنه إجماع أو الشبه إجماع الفريقين أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام إجماع الإمامية والشبه إجماع السنة إلا الشاذ النادر المتعصب المغالي في تعصبه منهم فهذا هو الاحتمال الأول أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام الإحتمال الثاني وهذا ذكره هؤلاء الشذال من المتعصبين أنها نزلت في عامة المؤمنين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا كل المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزقاة وهم راكعون هذا الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث وهو الأصح هو أن هذه الآية نزلت في 12 شخص وليس في شخص واحد نزلت في علي بن أبي طالب والإمام الحسن المشتبى والإمام الحسين الشهيد بكربلاء ثم زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا الاحتمال الثالث هو الأصح المين في الأول يتضمن الأول وإحنا راح نتطرق إلى هذا الاحتمال إن شاء الله والبرهان عليه من نفس الآية الشريفة راح نستدل بنفس الآية الشريفة على أنه ليس المقصود بها علي بن أبي طالب عليه السلام وحده وإنما من علي للمهدي عليهم الصلاة وأسكى السلام نستدل بالآية الشريفة ونستدل أيضا بروايات عديدة إن شاء الله أما الاحتمال الثاني نبدأ بنسفه نسفة لأنه بين البطلان لكن مع ذلك نستدل بالآية على إبطاله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قيل بأنه الذين آمنوا يعني شنو يعني عامة المؤمنين الإجابة على ذلك واضحة من وجوه الوجه الأول اللي هذا مشفور المفسرين ذاكري فأنا فكرت خطر بالبال إضافة أربعة أدلة أخرى على الوجه الأول فتصير خمسة أوجه ربما أكثر إذا واحد يتأمل أكثر الوجه الأول المعروف هو كلمة إنما أداة الحصر إنما وليكم الله ورسوله والذين إذن الله قاعد يحصر الولاية في ناس معدودين وإلا دا يدوء الولاية لكلكم هذا شخص حصر مثلا إذا أقو في المجلس عشرة أشخاص فتقول إنما العالم زيد منهم إنما العالم يعني أما عشرة تقول إنما العالم زيد وعمر وإنما لغو ما إلها معنى إنما تفيد السلبة والإيجاب يعني تحصر الحكم في الشخص وتنفيه عن أشخاص إنما زيد عالم غير معالم إنما جاءني زيد يعني عمر ما إجاني وإلا هذا هم زيد إجاك هم عمر فتقول إنما جاءني زيد غلط هذا تناقض وتهافت فأداة الحصر بينة الدلالة على أنه ذول هما قلة ذول هما القادة والبقية هما الأتباع إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فأداة الحصر جدا واضحة الدلالة على أن هذه هؤلاء الأشخاص أو هذه المجموعة التي أثبتت لها الولاية هي مجموعة متميزة هي مجموعة خاصة نعبر عنها بمجموعة القادة أو مجموعة الأهم هذه هي القرينة والدليل الأول الدليل الثاني المضاف بالبداها غير المضاف إليه إنما وليكم ولي أضيفت لكم فإذن الولي شيء وكم شيء آخر مثل ما نقول خالقكم الله فالخالق شيء والمخلوق شيء آخر مالكك زيد فالمالك شيء والمملك شيء آخر المضاف غير المضاف إليه عبدك صديقك الصديق غير الكاف يعني المضاف غير المضاف إليه صديقك زيد فالصديق هو شيء والكاف اللي هو المضاف إليه شيء آخر إنما وليكم الله إذن ولي هو المضاف وكم هو المضاف إليه ورسوله والذين آمنوا فالذين آمنوا هم ولي لشنو؟ للأجنب عنهم وغيرهم اللي هو ضمير الجامع اللي أشير إليه بقولهكم هاي القرينة الثانية المضاف والمضاف إليه القرينة الثالثة مفهوم الولي والمولى عليه إنما وليكم شنو يستفاد من هذه الآية أكو ولي وأكو مولى عليه الولي غير المولى عليه بالبديهة المفهومان قطع النظر عن الإضافة مفهوم الولي مثل مفهوم المالك ومفهوم المملوك المال غير المملوك الرازق غير المرزوق المعلم غير المتعلم عندما تقول معلم يعني شنو يعني أكو متعلم المتعلم غير المعلم هذا ما في كلام فالمفهوم مفهوم الولي هو غير مفهوم المولى عليه كما أن مفهوم السيد هو غير مفهوم العبد إنما وليكم الله إذن أكو ولي وأكو مولع هاي القرينة الثالثة القرينة الرابعة الحصر بالصفات إنما وليكم الله ورسوله شوان لازم يقول والمؤمنون أما هم قاعد يضيق الدائرة باستمرار إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا خلاص قيد ثاني الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة مو كل مؤمن خلو يقيم الصلاة إقامة الصلاة غير أداء الصلاة إقامة الصلاة معنى جدا أسمى من الإتيان بالصلاة كما هو واضح وموضح في محله وربما أشرنا سابقا إشارة في المستقبل نتكلم حول الإقامة شنو معناها أشهد أن قد أقمت الصلاة وكثير من الناس يصلون لكن لا أقام الصلاة والذين آمنوا ضيقت الدائرة الذين يقيمون الصلاة ثم ضيقت الدائرة أكثر ويؤتون الزكاة ثم ضيقت الدائرة أكثر وهم راكعون إذن مو معقول يكون المقصود القرينة الخامسة نسبة الولي إلى الله سبحانه وتعالى الله ليش جاءب وليكم الله يريد يقول هذا شيء خاص متميز استثنائي قاعد أعطيه للرسول والذين آمنوا ولا ما يحتاج يقول إنما وليكم الله هذا خبديه كل مسلم يقبل كان لازم يقول ما بعد ذلك إنما وليكم رسولي إنما وليكم رسول الله والذين آمنوا بس بدأ بنفسه شنو يريد يقول بأنه أكو شيء متميز خاص بي هذا الخاص بي انتقل بالمعنى المجازي فوضته بالمعنى المجازي بامتداد أو بالطولية بالمعنى الحقيقي هذا الشيء الثابت لي أعطيته أيضا لهذه السلسلة النورية إذن إنما وليكم هذه ولي عندما أسندت إلى الله فأفادت هناك تميزا خاصا لمعنى الولي ولمعنى الولاية هذا التميز أعطيه للرسول صلى الله عليه وآله وأعطيه للذين آمنوا الذين يقيبون الصلاة ويؤتون الزقاة وإلا ما ألا وجه أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا وليكم وبعدين يقول بأنه أنتو كلكم أيضا مثلي في هذا الشأن إذن هذا القول الثاني واضح البطلان إحنا رح نصل للقول الثالث أن هذه الآية شواهد من داخلها إضافة للروايات على أن المقصود الأيام من بعد إثنى عشر كلهم من قريش كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في روايات دقلها الفريقان سنة والشيعة قبل ذلك لماذا أفرد الله سبحانه وتعالى وليكم صيغة وليكم مفردة ليش ما قال إنما أولياؤكم إحنا شو يدققوا إنما وليكم الله مو إنما أولياؤكم الله هناك حكم عديدة نذكر بعضها اللي توصلنا إلى عديدة قد يكون ملايين الحكمة لأن كلام الله بحر عميق الإنسان حسب ما أتي من علم يستكشف أكثر فأكثر فأكثر ولا تنفد خزائنه ولا عجائبه لا تفنى غرائبه ولا تنفد عجائبه والأمير عليه الصلاة والسلام شرح نقطة بائي بسم الله الرحمن الرحيم لابن عباس ليلة من الصباح ولم ينتهي وربما إذا مليون سنة كان يتكلم ما كان ينتهي لأن القرآن بحر لا ينفد فأقول إحنا بعقلنا القاصر توصلنا إلى بعض الحكم ربما تكون مليون حكمة في إفراد وليكم الحكمة الأولى الإشارة إلى أن هذه هي دققوا لأن هذا بحث دقيق ومفيد إن شاء الله الحكمة الأولى الإشارة إلى أن هذه ولاية واحدة فقط لكنها طولية ليست ولايات عرضية أفقية الخط ليس أفقيا وإنما هو عمودي ويستفاد منها أيضا كما سيظهر امتداد سلسلة الأئمة إلى يوم القيامة وأن الأرض لا تخلو من حجة بيان ذلك الله سبحانه وتعالى لماذا قال إنما وليكم ولم يقل إنما أولياؤكم وحتى يتوضح الأمر لأن تعرف الأشياء بأشباهها كما تعرف بأبدادها لاحظوا الرسول صلى الله عليه وآله يقول اللهم ارحم خلفائي ليش ما قال خليفة لأنه في عرض بعض اللهم ارحم خلفائي قيل من خلفائك يا رسول الله قال الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي وسنتي إذن عندما استخدم الجمع اللهم ارحم خلفائي دل ذلك على أن خلفائه في عرض البعض الآخر ففي كل زمن هناك جمهر من الذين جمعوا الصفات من مراجع التقليد الذين هم خلفاء رسول الله وهذه الآية من الآيات التي تدل بوضوح أيضا هذه الرواية على أن الولاية لكل الفقهاء الجامعين للشرائط وليس لفقيه واحد اللهم ارحم خلفائي مثل ما واحد يقول هؤلاء وكلائي الوكلاء في عرض واحد ليس في طول واحد أنا الموكل وأنت خمسة وكلاء ليس وكل واحد اللهم ارحم خلفائي وإذا الإنسان يلاحظ كل أدلة ولاية الفقيح المذكورة ومنها الفقهاء حصون الإسلام يجد اللسان نفسه الفقهاء ليس فقيه واحد حصون ليس حصن واحد كله فقيه جامعا للشرائط وهو حصن للإسلام وعلى أي تقدير الحديث في محله طويل اللهم ارحم خلفائي شنو تفيد خلفائي العرضية لكن إنما وليكم وأولياء لأن مو بعضهم في عرض بعض علي بن أبي طالب عليه السلام مو في عرض رسول الله في طول رسول الله الإمام الحسن في طول علي بن أبي طالب عليهم السلام أجمعين وهكذا فالإمام القائم منهم هو واحد عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا الصلاة والسلام الثاني في ظله بعد ذلك هو الذي يتصدى للأمر الله يرد يقول أكو ولاية واحدة هي لي لله سبحانه وتعالى هذه الولاية الواحدة طوليا الله بالأصالة وهؤلاء بالتبع الله سبحانه إنما وليكم الله مو أولياءكم وأن لا الرسول كان يصير شريك لله مو شريك لله ليس في عرض الله في طول الله وكذلك كل واحد منهم حتى المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف إنما وليكم الله ورسوله مو ورسوله ولكن لن يقول أولياءكم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إذن أفردت وليكم بالذكر لأن المراد إفادت أن هذه ولاية واحدة لكنها طولية مثل الموكل والوكيل الوكيل شعبه وشعاع من نور الموكل من ولايته من سلطته من سلطنته وما أشبه ذلك إنما وليكم الله ورسوله إذن هذه هي هذا الوجه الأول أو الحكمة الأولى لاستخدام كلمة ولي كمفرد الحكمة الثانية طبعا أقوى حديث أطول لكن شوية نسرع حتى نقدر نذكر نقاط أكثر الوجه الثاني في ذلك إنما وليكم بعضا كلمة الولي جاية في القرآن في أماكن أخرى عديدة شنو معناها نفس ذاك المعنى هنا موجود فلذا نسبت إلى الله الله سبحانه وتعالى يقول أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو المالك هو الأولى بالتدبير الأولى بالتصرف هو الولي بما للكلمة من معنى وبكل معاني الولي فالله ام اتخذوا من دونه شنو أولياء اللي هما الأسنام وما أشبه ذلك يقول فالله هو الولي فالله هو الولي شنو معنى هناك فما فيه كلام لأنه ما جاي اسم علي بن أبي طالب حتى يحاولون يدفعون حقه فالله هو الولي اسأل المفسر السني والشيعي والملحد والناصبي الملحد الناصبي فسر لغويا ام اتخذ من دونها اولياء فالله هو الولي الولي يعني شنو الاولاب التدبير المتولي مثل ما تقول ولي الامر وما اشبه ذلك وكذلك وكفى بالله الاية القرآنية الكريمة وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا نصير معنى ثاني صار اذن وكفى بالله وليا بعدين وكفى بالله نصيرا وهكذا اذا الانسان يتتبع الايات القرآنية الكريمة يجد كلمة ولي الله هو شارح فهنا قاعد يجيب كلمة ولي ويسندها لالله يقول لا تتصور معنى ثاني انما وليكم الله نفس المعنى للولاية الذي يسند الى الله اهنا جاي للذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وهذا المعنى انها هي النقطة الثانية استفدناها من السيد السبزواري الله يرحمه في تفسير مواهب الرحمن في تفسير القرآن تفسير جيد حاولوا ان تقتنوه ويذكر ايضا ايات اخرى عديدة ويدفع بعض الشبهات اللي يمكن ان تورد على ما ذكر في هذا الوجه الثاني اذا انما وليكم الله افردت وليكم بالذكر لماذا لكي تفيد ان المعنى المقصود من ولي هنا نفس المعنى الذي قصد به الولي في الآيات القرآنية الاخرى التي اسند فيها الولي الى الله سبحانه وتعالى هذه هي النقطة الثانية اكو نقاط اخرى حول كلمة الولي ربما في الاسبوع القادم نتحدث عنها بس خلنا انتقل الى المقطع الآخر والذين امنوا الله ما كان يقدر يقول انما وليكم الله ورسوله والذي امن الذي اعطى الزكاة وهو راكع لانه قلنا بالاجماع الاجماع عند الشيعة والشبه الاجماع عند السنة ان شأن النزول هي قضية معينة فالمفروض هكذا يقال يعني ربما واحد يتساءل انما وليكم الله ورسوله والذي امن الذي اقام الصلاة وآت الزكاة وهو راكع هنا شو كلام الله غير كلام المخلوق المخلوق ما يفتهم إذا ما يفتهم محدود بس الله لا محدود هنا استفادتان يمكن أن تستفاد بل تستفادان مو يمكن بل تستفادان من الآية القرآنية الشريفة وكلتاهم لطيفتان الأولى هذه الحادثة وبذلك نجيب عن شبهة توهم تناقض معين الآن نوضحها الآية تشير أن هذه الحادثة ما كانت حادثة واحدة علي بن أبي طالب مو مرة واحدة أنفق وزكى وهو راكع مواطن عديدة كانت والآية الشريفة نفسها كل مرة كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله تكريسا لمقام علي بن أبي طالب عليه مو مرة واحدة الآيات بعضها كان ينزل على رسول الله مكررا صلى الله عليه وآله عشر مرات عشرين مرات في مواطن شتى هذه القضية ليش الله يقول والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ليش باستخدم صيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار نحن عرفين نشوف هكذا هذا واحد مرة واحدة يسوي شيء ما نقول له يفعله كذا نقول فعل قضية واحد يعني واحد ضرب زيدا نقول إنما الظالم هو الذي ضرب زيدا مثلا يعني أو ما أشبه ذلك من استخدم صيغة المضارع إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين شنو يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هذه القضية ما قرأت مرة مرتين وإنما قرأت مرار كثيرة سنذكر أيضا رواية ثانية من جملة الروايات هذا الاستنباط الأول أو الوجه الأول الوجه الثاني لأن الله يريد أن يقول مو بس عليه ابن أبي طالب إلا أئمة على مر الزمن وإلا الله كان يقول والذي آمن زين ليش الله قال والذين آمن ما يعرف الله المفرد من الجمع ولا عاذ بالله من هذا التعبير إنما وليكم الله لاحظوا هاي القرين العامة ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون أنا مع قطع نظر عن الرواية قبل ما أطالع عن الرواية كنت أفكر يعني إجه هذا المعنى بالي أن هذه الرواية قعد واضحة تريد قولها أن الله كلامه لكل البشر على مر التاريخ فالله ليش يقول والذين شاء الله يقول والذي لأن الله يقول مجموعهم يا جماعة مو واحد والذين آمنوا الذين يقيمون فخضر في بالي وبعدين شكت الحمد لله لا أكو رواية عليها أنك تردد أقولها أو لا أو أقولها بعنوان احتمال بس عندما شكت لا روايات أكو في الكافي وغير ذلك والذين آمنوا كل الأئمة هكذا يصنعون يعني الإمام الحسن المشتبى آت الزقاطة وهو راكع الآية تنطبق عليه كمفهوم كلي وكمصداق خارجي الإمام الحسن العسكري كذلك الإمام الصادق كذلك كلهم هكذا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزقاطة فكلهم هكذا صنعوا وكلهم هكذا يصنعون وممروا مرتين وأنهم مرارا عديدة والتفصيل إن شاء الله سنرجعه للأسبوع القادم في هذه النقطة الثانية لكن فلنبقى في النقطة الأولى الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة وآسك السلام إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة عدة مرات حدثت هذه الحادثة ومنها وعندما وضحنا هذا الإطار العام يتضح أن البعض شايفين الروايات مختلفة يعني شأن النزول هو مجمعين أنه علي بن أبي طالب عليه السلام أو شبه الإجماع عند السنة لكن الرواية مختلفة فهذا مرة الشكلة تقول مثلا الرواية تقول أن علي تصدق بالخاتم وهو في خنصره رواية ثانية تقول كانت عليه حلة قيمتها ألف دينار أهداها النجاشي الأمير كان متقشف وزاهد لكن هذه الحلة أهداها النجاشي للرسول صلى الله عليه وآله فاحتراما وكرامة لرسول الله ما يصر واحد يرد الكرامة والهدية الأمير جدا كان زاهد ومتقشف كما هو واضح احتراما وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله الأمير لبس هذه الحلة قيمتها ألف دينار ذاك الوقت بالدينار كنت تشتري شات الشاتران اش قد قيمتها الخروف اش قد قيمتها هنا مثلا ستة آلاف ليرة فستة آلاف ليرة اضربوها فيه الف يعني اش قد يصير ها ست ملايين ليرة ست ملايين ليرة حل اهداها النجاشي الى رسول الله الرسول ما اعطاها الامير والامير لبسه واجه الى المسجد فالساءل عندما اجه اعطاه الحل رماها هاي رواية ثانية موجودة في الكافي وغيره والى تفصيل وروايات اخرى عادية نقول فالرواية وبعدين اوضح شلون التناقض يندفع ليه شلون واضح هي عدة حوادث مرار عديدة علي ابن ابي طالب عليه السلام تصدق بالخاتم بالحلة في غيرها في صلاة الظهور في النافلة في رواية تقول في النافلة في رواية ثانية تقول في الفريضة كلها ما صحيح هي مو حادثة واحدة حتى تتواهم التناقض وانما عدة حوادث مثلا من الروايات انه مجموعة من اليهود منهم ابن سورية ومنهم ابن يامين ومنهم فعلبة ومنهم اسد ظل اسلموا فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا يا رسول الله ان موسى قد اوصى ليوشع بالنون فجعله وصيا له فمن وصيك فنزلت الآية لاحظوا هذا شأن النزول الاخر فنزلت الآية انما وليكم الله ورسوله الله فورا يستجيب للطلب النابع من ارادة حقيقية لمعرفة الحق انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا القضية كانت خارج المسجد الرسول خارج المسجد جماعة من اليهود اسلموا مثل ابن سورية وابن يامين ومن اشبه وابن سلام وثعلب وأسد وغيرهم فقالوا موسى اوصى ليوشع بالنون فلمن توصي انت ولمن اوصيت فنزلت الآية انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فالنبي قال قوموا الى المسجد النبي يعرف القضية مخطط الهي النبي مطلع على المخطط بس البشر قاصرون ومقصرون وجاهلون وبعضهم معاند ومتكبر ومكابر ومعاند فالنبي قام الى المسجد مع الجمع اللي معه واذا بسائل يخرج من المسجد فقال له الرسول صلى الله عليه وآله هل أعطاك أحد شيء يدري المخطط للهي قال نعم أعطاني هذا الخاتم من علي بن أبي طالب عليه السلام في أية حالة الرسول يسئله يدري المخطط للهي من قبل في أية حالة قال له شنو في حالة الركوع السائل فكبر رسول الله وكبر الجمع معه كلهم قالوا الله أكبر طبعا هكذا لأن الله أكبر من أن يجهل ضرورة أن يعين لنبي آخر الزمن وصية يعين لكل أنبياء وهم أدنى مرتبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وصية وما يعين للنبي شلون يعني الله ما ضع عدم ما بدأ ولا عياذ بالله حكمته قلت مو ما أقول هالكلام الله أكبر هالتكبير هالتدلالة منها هذه الدلالة الله أكبر من أن يوصف بالجهل أنه ما يعرف يعين وصي لنبي آخر الزمن وهو أفضل الأديان وأسمى الأديان والدين الخالد إلى آخر الزمن فالنبي كبر ودخل إلى المسجد وقال لهم علي ولي من بعدي بعد نزول هذه الآية فقالوا رضينا بالله رب وبمحمد النبي وبعلي ولي اللهم صلى على محمد وآله محمد فنزلت بقية الآية الآية الثانية ومن يتولض شو هذا التسلسل اللطيف في البداية القصة فذكرناها حتى الآن سألوا من وصيق فنزلت الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فعندما أجوا إلى المسجد وشاهدوا هذه الحادثة النبي أشهدهم هذه الحادثة وأراهم هذه الحادثة ثم قالوا رضينا بالله رب وبمحمد النبي وبعلي وصي نزلت بقية الآية ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة